في أمريكا مثلاً لما كان مظاهرات وولد ستريت وكان في بعض الأحيان وده على يعني في وسائل الإعلام كتيرة جداً كانت بتمنع الإعلام إنها تصور كل الحاجات اللي بتحصل في أمريكا اللي هي أكبر دولة ديمقراطية وهي اللي بتشاع المفروض الديمقراطية في العالم كله يعني ده سؤالي هل المفروض إن أنا أنقل اللي بيحصل في الشارع زي ما هو بإيجابياته وسلبياته ولا ممكن في بعض الأحيان إن أنا بروح مائل ناحية الإيجابية لكي لا تزيد السلبيات طيب عندك ثلاث أسئلة حول أن تبع لي سريعاً أول سؤال هو إنه هستفيد من سؤالك عن إزاي المنظومة تبقى بتتجه إيجابياً أو إيه معيار النجاح وهقول إنه المنظومة الإعلامية المصرية بشقيها العام والخاص في تغطية انتخابات 2011 لأسباب تتعلق بآداءها هي ولأسباب أخرى لا علاقة لها بها منها إنه ما فيه السلطة نعم لا تنسى ذلك علشان ما نقولش إن إعلامنا تحرر يعني واضح لما تيجي السلطة ممكن الأمور تختلف ترجع تاني بشكل أو بعض عرفني طبعك ونمشي عليه طوراً عزيزي لكن لهذه الأسباب مجتمعة أصبحت منظومة الإعلام المصرية في تقديري أنا أقرب ما تكون لأن تكون نمط الاعتماد الأول للجمهور المصري فيما يخص تغطية أخبار الانتخابات قياساً بمنظومات الإعلام الوافدة وده ما حصلش سنة 2010 انتخابات 2010 ولا في أحداث الثورة المصرية 25 يناير ولا في انتخابات الشورى 2007 ولا في انتخابات الرئاسة 2005 بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لأول مرة يمكن أن يكتفي قطاع كبير من الجمهور المصري بالتلفزيون المصري سواء كان عام أو خاص عظيم عن أنه يروح الجزيرة أو البي بي سي أو العربية وده أنا حسيته شخصية بالضبط ده اسمه زيادة درجة الاعتماد تمام فهنا ده أول سؤال انت سألته تمام وده إيجابي ونتمنى أنه يزيد وبنلجأش المنظومات وافدة يعني أتمنى أن نحن نكرس اعتمادنا عن التلفزيون السؤال الثاني أنه إزاي يفرق بين العام والخاص تفضل في بلد زي ما شوف العام ده زي ما حددك وصفته هو تلفزيون ملك المجموع العام تمام لكن الخاص هو ملك أصحابه عظيم طب العام المفروض أنه يعكس مصالح متوازنة لكل الأطراف والقوة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والرياضية في المجتمع عظيم متوازنة يعني إيه؟ يعني يعكس الوزن النسبي لكل طرف بحجج وبرؤاء في التلفزة بتاعته كويس لكن الخاص من حقه أنه هو ينحاس ينحاس بإيه؟ بأنه يصلت الضوء على القضايا معينة شايف أن هي بتهمه تمام لكنه وهو بينحاس إحنا بنسيبه زي ليه ينحاس؟ لأنه بنعرف أن التعدد ممكن يقابل لانحياس يعني مثلا النادي الأهلي من حقه أن يعمل قناة تمام؟ وما زعلش منه ما قلوش قدي بتروجيت وأسمنت السويس مساحات متكافأة زي ما بتديها للنادي الأهلي تمام لكن أسيب الزمالك يعمل قناة حلو المسأل اللي حدا قلته ده لكن التلفزيون العام لا من بتاعنا كلنا كويس زي ما تدي الأهلي قدي وجوده وتدي الزمالك قدي وجوده تدي أسمنت السويس قدي وجوده لأنه بيعكس مصالح متوازنة لكل إيه؟ ده نفس الشيء في الأحزاب التلفزيون العام يجب أن يخضع لمعايير ضبط وتوازن وحياد أكبر من التلفزيون الخاص كويس لأنه مال عام يجي سؤالك الثالث مفيش إعلام بلا قيود وبلا خطوط عظيم تمام؟ الإعلام وظفته نقل الحقائق وشرحها مش بس أنه ينقل الحقائق ويتركها ويشرح لكن في مجموعة من المعايير يعني مثلا المساء التي تتنافى مع القرامة الإنسانية للبشر مفروض أن الإعلام ما ينقلهاش مشاهد القتل المروع مفروض الإعلام ما ينقلهاش نقل الجرائم بشكل يتعرف من خلالها الجمهور على طريقة أداءها بما يفيد مجرمين آخرين مفروض الإعلام يعني في مجموعة وجملة من الأشياء التي تم التوافق عليها أن الإعلام ممكن ما يقدرش ينقلها كلها لكن من ده أنك تمنع نقل قمع السلطات لمتظاهرين بدعوة أنك مش عايز تجرح المشاعر لا الغرض هو إيه؟ إذا كان قمع السلطات للمتظاهرين هو عمل ينطوي على يعني بعد سياسي قرار سياسي وتفاعل سياسي يجب أن تنقله لكن المهم هو إيه؟ إنك تنقل حجج المتظاهرين وحجج السلطات التي قامت بقمعهم وتعليق لمحل المستقل حتى يستطيع الجمهور أن يفهم ما حدث اللي أنت كنت بتحاول تقرب منه وعايز تسأل عليه وأنا مهتم به جدا هو إلى أي حد في حاجة اسمها بايس باي رانينج تايمز أنا مش عايز أدخل الجمهور في الحرفة أوي لكن حاول أشرحها ببساطة بنحاول بقدر الإمكان ببساطة يعني لو أنا وإنت أمنا تخليقنا دلوقتي وبعدين الكاميرا دي تنهى جايبة علينا إحنا عشر ساعات والجمهور يتفرج علينا أنه إنت بنتخاني عشر ساعات إيه الانطباع اللي يجي للجمهور عن هذا الستوديو وعن التلفزيون المصري وعني وعنك والإحساس اللي ينتابه على حسب إحنا متخلق لا إحنا متخلقه خلاص هو هيخش في أجواء الخناءة وشيفكر براها تمام لأنه إنت ديت وقت عرض أطول بكتير مما يحتمل الحدث نفس الشيء لما يكون فيه سلطات بتقمع تظاهرة ده يساوي قد إيه في مجمل الحدث والحدث ده يساوي قد إيه في مجمل التفاعلات التي تجري في أنحاء البلاد لو أنا بقى جبت لحظة القمع دي وأعدت عيد وزيد فيها وعيد وزيد فيها وحطها في تترات وبرموهات وأعمل عليها أغاني أخلق انطباعا لدى الجمهور بأن هذه سلطة قمعية وهذا شعب مقهور وربما أحفز آخرين على أنهم يجوا ينضموا إلى هذه التظاهرات تمام وربما أحرف اتجاهات الجمهور عن ما يجري في أماكن أخرى يعني جزء من خلل التغطية الانتخابية المصرية أن هي اهتمت قوي 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 بأحداث التحرير دي كانت مهمة جدا تمام لكن كان يجب الاهتمام بها في شكل متوازن مع ما يجري في صعيد الإعداد للانتخابات وأيضا الهبوط الحاد في سعر الجنيه وأيضا التراجعات في البورصة وأيضا اجتماعات الجامعة العربية واتخاذ عقوبات دي دا سوريا لأن المشاهد مش رهينة حدث واحد بهم كان مهم نعم لازم أدينه نسبته اللي توازي أهميته بس أراعي بقية الملفات فأنت كنت بتسأل هل أنا أخفي قمع السلطة للمتظاهر لا أخفيه ولكن أضع في حيزه الزماني والمكاني والموضوعي الذي يتناسب معه هل ده بسببه ابتدينا في صورة 25 يناير نبص لبعض القنوات العربية ما بينكو صين الجزيرة وكنا دايما بنبص ونسيب القنوات الخاصة بنا أنا طبعا ضد ضد غلق قناة الجزيرة مباشر مصر بالأسليب الإدارية وضد أي تقييد أو غلق لأي وسيلة إعلام إداريا أو بوليصية عظيم تماما مع تحفظاتي على أنماط أداء الجزيرة مباشر مصر وغيرها من وسائل الإعلام التي تخطئ كلها بنسب متفاوت فده أمر أول لكن الأمر الثاني آه أنه في بعض وسائل الإعلام العربية ممكن سياستها التحريرية تكون مهتمة بنمط تغطية معين بمعنى أنه أنا مثلا أقولك بصراحة يعني تفضل أنا كنت بشعر بقلق كبير لما أشوف زيادة كبيرة قوي قوي في المحتوى الرياضي والقنامات المتخصصة الرياضية وهتقول لي أنت بتاع إعلام وبتحب الحرية وبتدفع عن حرية الإعلام وعايز الصناعة تزدهر وعايزنا ناكل عيش هقول لك آه 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 أنا معاك بس لما يزيد العرض بشكل كبير جدا جدا في مواجهة طلب بتسعش نعم بنفس الدرجة بيتم الميل أحيانا للإصارة والبعد التجاري والإصارة والبعد التجاري أحيانا ما بيكونش فيه عناصر فأنت بتخلق عناصر أو تضعف العناصر فاهمني إزاي؟ فلذلك ممكن تكون القنوات دي تحت ضغط المنافسة عايزة شوية إحنا بنقولها في الميداني يعني ومنشتغل في شغلتنا نقول إيه شعللها شوية بهر القصة يعني يعني علشان الناس تشتري طيب سؤال بقدر زيني دلوقتي حالا بعد ما انسحب عدد كبير من الإعلاميين من التلفزيون المصري ابتدوا يعملوا قنوات فضائية كتير حاليا كلنا عارفينها وكلنا بنشوفها درعا بقى هي القنوات اتعملت فجابة الإعلاميين يعني استقطبت الإعلاميين يعني بس المهم إنه هي بطريقة أو بأخرى بقى فيه عندنا بعض القنوات الخاصة بجانب أو زادوا فجأة بجانب التلفزيون المصري إحنا عندنا أكبر أنا كتبت بره مقال اسمه مصر تغرق في الإعلام كل الصناعات في مصر تتراجع معادة صناعة الإعلام بترتفع ده صحيح معين التلفزيون المصري أو التلفزيون الدولة ما فيش في مصر إمكانيات زي إمكانياته إذا كان عدد الأوبيفان أو العربيات اللي بتنقل الهواء إذا كان عدد المزعين إذا كان عدد المخرجين إذا كان عدد الإعداد أو 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 إزاي ممكن أنقل الجهاز بتاعي ده اللي هو وزارة الإعلام أو الهيئة اللي هم عايزين يبقى وما تبقاش وزارة تبقى هيئة إزاي أخليه يرجع تاني ليه كيان وخصوصا أنه عنده الإمكانيات دي إننا حرروا من نمط الإدارة التابع للملكية يعني في مشكلة التلفزيون المصري الأساسية أول مشكلة عنده إنه هو تحول من نمط خدمة عامة وسيلة إعلام مملوكة للجمهور وللدولة وتخدم الدولة إلى أداة دعائية في يد السلطة الحكم أول طرق الحل هي تحرير التلفزيون من الملكية للحكومة من تحكم الحكومة في الملكية من إدارة الحكومة للتلفزيون حينما يتحرر من هذا النمط من أنماط الإدارة ويصبح ملكية عامة فعلا زي ما هو المفروض يعني نظريا ملكية عامة وينشأ له جهاز مستقل لإدارته أو هيئة مستقلة لإدارته هنا تبدأ أولى خطوات الإصلاح ده أعتقد أن إحنا لمسنا أو بتدينا نلمسه في بعض الشهور الأخرانية أو بعض الأسابيع اللي فاتت من نفس الدرجة ولا لا؟ فهذا التقدم مرهون بالاستمرارية والخوف أن تيجي سلطة أو أن سلطة العسكر الراهنة تحكم قبضاتها أكثر فأفاجأ بي بيرجع لسرته الأولى لكن أداءه في صورة 25 يناير كان مخزي جدا ومشين جدا وأداءه في تغطية أحداث مسبيره كان مخزي جدا ومشين جدا ودول آخر دمعتين يعني على خد التلفزيون المصري أتمنى أنه ما يرجعش تاني للورا ويتقدم دايما للأمام الأستاذ ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي شكرا جزيلا لحضرتك فاندم نورتنا ونورت عقولنا شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ ياسر على فكرة برنامج نهارك سعيد على نايل لايف كان البرنامج الوحيد اللي كان بيطلع ساعتين هوى أثناء الثورة الوحيد ما عادة لو أخذتك مش عارف المعلومة دي يعني أثناء الثورة وبعد كده كنا نطلع هوى ونرجع تاني للقطاع الأخبار حلوة حضرتك الفاكرة طبعا أن احنا كل القنوات كانت مجرد أخبار ليه؟ لأن احنا كنا إلى حد كبير جدا كنا محايدين بتكلم بطاقة نورتنا يا فندم وشكرا جزيلا لحضرتك مشاهدين نهارك سعيد فاصل وراجعين حالا